اشتركوا في القناة ولسيما لقاءاته الاخيرة مع شخصيات وصفها بالمعارضة المتصالحة مع النظام في حين اعتبرت ان اعلن وزير الخارجي الامريكي جون كيري بان موعد جونيف 2 سيحدد خلال ايام لينطلق من الموقف الذي سيصدره الائتلاف في اجتماع الهيئة العامة المقرر غدا السبت اشارت الى زيارة متوقعة لسفير الولايات المتحدة روبرت فورد الى تركيا للقاء الائتلاف الوطني في اليومين المقبلين صحيفة والقدس العربي قالت في احد مقالتها ان حزب تكتل من اجل العمل والحريات حليث حركة النهضة الاسلامية في الحكم علق اعماله بالمجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على تعديلات للنظام الداخلي للمجلس وقال الحزب الذي يرأسه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ان تنقع احكام النظام الداخلي للمجلس التأسيسي يخل بالتوازنات السياسية التي يقوم عليها المجلس وهيكله ويمس من دور مكتب المجلس والدور الذي تطلع به المعارضة وهو ما من شأنه ان يعقد الازمة التي تعيشها تونس اما صحيفة والحياة فقد كتبت في مقال نشرتها ان الحكم المؤقت في مصر وانصر الرئيس المعزول محمد مرسي في حالة التأهب لانتهاء حالة الطوارئ وحضر تجول الاسبوع المقبل اذا بدت السلطات اصدار قرار على تمرير قانون مثير للجدل يقيدها تظاهر ويجرم الاعتصام وتمثل تظاهرات اليوم التي دعا التعالف الى ان تكون انتفاضة غضب اختبار لتماسك جماعة الاخوان وحلفائها بعد ايام من ظهور مرسي في قفص الاتهام في اولى جلسات محاكمته بتهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال حكمه وفي صحفية الفرنسية قالت يومية تيلوموند ان ايران ومجموعة خمسة زائد واحد التقوى الخميس بجنيذ من اجل التفاوض على مسألة السلاح النووية الايرانية في قلب هذه القرارات والتي كانت معقدة للغاية ومعرفة ضمنات الاقتراح الايراني بشأن برنامجها النووية المثير للجدل في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية اشتركوا في القناة